المؤسسات التي تستخدمها للتواصل بين موظفيها يعد تطبيق واتس آب المملوك للفيسبوك أحد أهم تطبيقات الدردشة وأكثرها تحديثا وتطويرا وفي هذا الإطار ينتظر المستخدمون خدمة المكالمات الصوتية المجانية التي ستتم إضافتها قريبا ينضم إلينا من بيروت الخبير في تقنية المعلومات أيمن عيتاني صباح الخير هل بداية أنت ممن يستخدمون تطبيقات الدردشة المجانية أثناء العمل وللعمل؟ أكيد هذه التطبيقات موجودة على كل التليفونات وعلى اسم نيح من الناس فالتطبيقات هذه تستعمل من أجل على صعيد شخصي أو على صعيد العمل ونرى نحن أنه واتس آب هو أكثر شيء يستعماله وكمان فيه استعمال تاني عم يكون لخدمات مثل إنستغرام وتويتر اللي عم بيعدلوا شوي من الطريقة يلي بيعطوا فيها هني الرسائل ليكون فيه إلى شبه شوي للواتس آب جروب للمجموعة بواتس آب اللي حمشوفوا بال2015 هيكون فيه زيادة استعمال واستخدامها هذي من قبل الأشخاص والمؤسسات التجارية وغيرها بتروح لوين الناس عم تستعمل هذي الخدمات فحنشوف نحن أكثر جهة نهاية 2015 مش بأولة نهاية 2015 مؤسسات عم نجرب تعمل حاملات تسويقية من خلال خدمات مثل واتس آب هلأ نحن من 2014 كنا نشتغل مع كذا مؤسسة لنساعدوا يستعملوا تطبيقات الدردشة من شان يعطوا خدمة أحسن للعملاء يعني إذا في حدا عنده مشكلة بدل ما يتصل على التليفون ويقول أنا عندي مشكلة فيه يتصل مع المؤسسة عن صعيد الواتس آب وفيها تخدموا وتحللوا المشكلة من خلال هذه التطبيقات على الرغم أن هناك الكثير من المؤسسات التي داخل المؤسسة تمنع استخدام تطبيقات الدردشة ليس كذلك جريل طب أيمن هناك خبير يقول بأن ربما تطبيقات الدردشة إذا لم تأتي بجديد كل عام فإنها ربما قد تفقد شعبيتها ما الجديد المتوقع في أمام 2015 بما يخص تطبيقات الدردشة تحديدا هلأ إذا بدنا نشوف أول أبلشوها التطبيقات كان في موضوع كلفي يعني في حال حتى هالشخص حتى ما يدفع أسماس الرسالة القصيرة عم يستعمل كان تطبيق مثل الواتس أب و لاين و ويتشات لحتى يكون فيه تخفيف للتكلفة بس مع الوقت صار في تحديس أكتر لهالتطبيقات الدردشة يعني صار فيه الواحد يبعد صور بعدين مع الوقت صار فيه يبعد فيديو وهلأ حنشوف مثلا بتطبيق واتس أب نشوفه كتير ناس ميشين على الطريق وعم يستعملوا واتس أب ليبعتوا رسالة صوتية من شخص لتاني فكل هذه التحسينات بدأت تمشي هون لقدام أكتر وفي منها حيكون تحسين فيها يكون فيه مثل هلا بس تبعت رسالة صوتية بتسجل وبتبعت وبتنتظر الرد عم بيكون فيه تطبيقات عم تحسنة بتكون لا تكون تعمل دغر اتصال من جهة للتاني مثل ما كأنه الشخص عم يحكي على التليفون هل من منافس لواتس أب في 2015 أيما؟ هلأ يعني فيسبوك اللي عملته شايفت هالموضوع على بكير واشترت واتس أب يعني إذا بنتشوف نحن تطبيقات في 2014 هذا خوفا على المسنجر هذا خوفا على المسنجر يعني مش كثير يعني أنه رأت فيه إبداع يعني لواتس أب هلأ يلي عملته فيسبوك لما شترت واتس أب هيك ساعة تبطل في حدن تاني يشتري واتس أب وينافس فيسبوك هذا هو أحد أثنين بالفيسبوك مسنجر بال2014 كل الناس صاروا مجمورين يستعانوا مسنجر على الهواتف النقالة وكمان فيه كثير حكية أنه بال2015 المسنجر لحيكون فيه بقلبه قدرة أنك تدفع من شخص للتاني كيف عم تبعت له رسالة أو صورة أو ستكر فيك تبعت له مصاري يعني هذا مؤشر على أنه لربما الأمان زاد بفيسبوك موضوع الأمان والخصوصية موضوع تاني وعم يظلوا يحسنوا في هذا الموضوع هذا موضوع للطيبين يعني برطة في شيء اسمه خصوصية وأمان يعني الخصوصية والألام الاجتماعي موضوع صعب وصعب يكون موجود يعني لازم الواحد بس يستعمل الألام الاجتماعي ويحط المعلومات عليه بده يعتبر أنه يخبر كل الناس موضوع الخصوصية ما بيكون موجود فلازم يكون فيه وعي لشو المعلومات اللي عم نحطها والصور اللي عم نحطها بالألام الاجتماعي لكن هناك بعض مواقع دردشة يقال بأنها ستكون في عام 2015 وهي موجودة الآن يعني تستطيع أن تشارك في الدردشة من دون الكشف عن هويتك ومن أنت صار فيه بال2014 بلشوا يكونوا موجودين هون هالتطبيقات هايدي وحنشوف زيادة منا بال2015 المشكلة اللي صارت فيها أنه صار فيه كتير ناس مثلا على سعيد مدارس عم يكون فيه كان فيه يعني فيه أطفال يعني عم يكونوا قاسيين على أطفال تانين فهالتطبيقات عم بتحدس هالموضوع لحتى يكون فيه حماية للأطفال بالمدارس وكمان حنشوف فيه كتير مؤسسات صار فيه إفشاء لأسرار بمؤسسات تجارية من خلال هايدي التطبيقات وكمان عم يكون فيه تحسين هالموضوع وموضوع أنه ناس أنه ما يكون تعرف هني مين موجودين على الإعلام الاجتماعي هذا كان بعد فيه سنين طويلة من فيسبوك وجوجل كانوا عم بيجبروا الناس أنه يعرفوا عن اسمه الخاص والرسمي على الإعلام الاجتماعي منشان هيك هايدي التطبيقات لقت رواج لحتى الناس أنه عم بتشوف أنه ما حبي أن يكون فيه اسمه موجود بكل رسالة بكل صورة بتطلع هذا بتعتقد أيمن بأنه ربما هي أصبحت وسيلة الانتصال المنافس الرئيسي الآن للانتصال الطبيعي المعروف يعني لإنشاء ربما مكالمة صوتية زي ما نشوف نحن نرائم كتير الفئات العمرية وكيف استعملنا على أدوات التواصل ومنشوف نحن أن الفئات العمرية الشبابية والأصغر لما يحد يجي اتصال تليفون بيعتبروا أوقات وضع قريب إنه شو المشكلة في شيء كتير ضروري يتصل فيه على التليفون لأنه فيك تتصل فيه من خلال المسنجر وفيك الواتس أب وفيك تويتر وفيك انستغرام وأنا أصلاً متابعك على الإعلام الاجتماعي فبعرف كل أخبارك يعني فموضوع التليفون منه أول طريقة اتصال بالشخص هم يكون الإعلام الاجتماعي هو أول طريقة اتصال بالشخص بفئة عمرية شبابية يا دالي ليش بترني عليه كل يوم يا دالي؟ لا أفصاداً سأتعمل معك عن طريقة تويتر فقط جرير شكراً جزيلاً لك أيمن عيد داني الخبير في تقنية المعلومات كنت معنا من بيروت